على التغلب على هذا الشيء طبيا يعني أنا مش فهم طبيا يعني أنا مش فهم ولكن في بعض الأعشاب الطبيعية وفي بعض الحاجات اللي تخليك تنام في وقت معين تقدر أن أنت ترجع السيستم بتاعك تاني إذن علي معلول بيرستاو موجودين مع النادي الأهلي وحيصالوا تنزانيا قبل فريق النادي الأهلي اللي حيغادر من هنا يوم 18 وحيكون موجود هناك على متن طائرة خاصة وقبل البعثة بيوم حيسافر خالد بيبو وحيسافر كابتن سمير عدلي وحيكونوا موجودين هناك لوجود الترتيبات كلها ولانتهاء الكصة وانتهاء الموضوع كهرباء عندي جديد في موضوع كهرباء كل الناس بتتكلم كل الناس بتتكلم في سؤالين مفيش غيرهم كهرباء حيدفع الغرامة اللي عليه امتى وكل الناس تروح لكل مرشح واحد واحد في كل البرامج مع كل الزملاء المتقلقين جدا كلهم برامج كبيرة كلهم إعلامين كبار هل حضراتكم هتقبلوا تقسيط قهرباء تقسيط غرامة قهرباء فيرد أي مرشح في نادي الزمالك يقول لا أنا ده مطلب جماهيري كبتن فاروق عفر الوحيد اللي قال لا أنا ممكن أقصت وافتح مجال النقاش طيب ايه الجديد بقى يعني ايه الجديد الموضوع الجديد بقى الموضوع الجديد إن هناك مجموعة من الأشخاص ركزوا حضراتكم معايا هناك مجموعة من الأشخاص هتدخل بعد انتهاء انتخابات نادي الزمالك اللي هي يوم الجمعة اللي جاية انتخابات زمالك الجمعة الجاية جماعة صح؟ حد بس يأكد لي طيب يوم الجمعة يوم الجمعة اللي قادمة انتخابات نادي الزمالك هتخلص انتخابات نادي الزمالك الجمعة عشرين مش الجمعة اللي جاية الجمعة اللي بعد اللي جاية هتخلص انتخابات الزمالك في مجموعة من الأشخاص اللي تربطهم علاقة جيدة بإدارة بالإدارة الأهلي وبناس من المرشحين في نادي الزمالك زي ما تقول كده حيبتدوا بقعدة حيبتدوا بقعدة لإنهاء هذه الأزمة واحد يقول لي طب ما هي الأعدة دي الأعدة دي ممكن كهرباء يطل فيها تقسيط المبلغ هي الأعدة دي ما بين كهرباء وطاقم الدفاع بتاعه والزمالك ولا ما بين الأهل والزمالك أقول له لا ما بين كهرباء وطاقم الدفاع أو هيئة الدفاع عن كهرباء عن كهرباء ونادي الزمالك واحد يقول لي طب الأهل ليه مش هيقعد أقول له الأهل موجود في هذه الجلسة ولكن بشكل غير رسمي بشكل غير رسمي إيه بقى شكل غير رسمي ده النادي الأهل أعلم من أول ديئة من أول ديئة إنه مش طرف في أزمة كهرباء هو ساعة كهرباء ويه بجنبه سنده ولولا النادي الأهلي ومساعدته قهرباء ما يلمش اثنين جنيه أنا بأكد المعلومة دي تاني وثالث ورابع تاني وثالث ورابع الأرقام اللي لماها قهرباء عشان تقلقه والتغيير اللي هو عمله فعلا ولكن موقف النادي الأهلي لو لا توسط النادي الأهلي لدي الشركات قهرباء ما يلمش أي حاجة خلص طيب أنا أتوقع إن في الجلسة دي حصل إيه تنتهي الأزمة واحد يقول لي هتنتهي أزاي هيدفع قهرباء إدارة الزمالك هتقصد أقول له إدارة الزمالك مش هتقصد لأن الموضوع بقى قدام الجمهور ولكن هتكون يعني القعدة دي هتنهي الأزمة وافتكروا الكلام واسجل يا تاريخ افتكروا الكلام اللي يقولل حضراتكم وسجل يا تاريخ افتكروا حضراتكم forgiven 편 وسجل يا تاريخ في هذه الجلسة هتنتهي أزمة قهرباء وده السؤال اللي إعلامين كتير سألوه طب لو كهربا دفع فرد كل الناس المرشحة لا خلاص دفع انتهت الأزم وده حيكون حل كبير وحل مساعد جدا لوجود تهدئة الفترة القادمة في أمور كتيرة جدا جدا خلي بالكم احنا عايزين نهدي عشان نقدم كرة كويسة قدم كرة حلوة وانا عايز الموضوع عشان كهربا ده يقصر الدنيا ويتقلق أكتر ما هو متقلق والزمالكي بقى هادي والأمور تمشي وخلاص وكل واحد يبص في ورقته ان شاء الله بإذن الله ده اللي يحصل هقول لحضراتكم برضو على موضوع محمد عبد المنعم بصوا بقى الكلام اللي هقول لحضراتكم ده اعتبروه ان ده كلام محمد عبد المنعم نفسه ان ده قرار محمد عبد المنعم نفسه هناك عرض هناك شركة تسويق ما فيش عرض فيه خمسة مليون دولار فيه تلاتة مليون دولار ما فيش تلاتة مليون دولار فيه اللي فيه قولا واحدا قولا واحدا محمد عبد المنعم في النادي الاهلي النادي الاهلي اخذ القرار ان هو هياخد رقم كبير يبيع محمد عبد المنعم اذا الراجل حيقعد يشوف النادي الاهلي ما اخذش القرار اذا عبد المنعم في النادي الاهلي عبد المنعم بيقول القاتي من صنع نجوميتي في الوقت القصير ده وخلاني افضل مدافع في مصر هو النادي الاهلي اعلم جيدا ايمة النادي الاهلي وانا مش مجنون عشان اخسر كل الجمهور اللي في الملايين ده علشان اي عرض انا بلعب في النادي الاهلي وانا النادي الاهلي وصاحب العقد قرر يبيع يجيبني يقول انا عايز كذا ده لو فيه مصلحة للنادي الاهلي وده قرار النادي الاهلي اذا عبد المنعم لا عرض ولا بيفكر ولا ساوم ولا حيساوم ولا في دماغه ولا حاجة خالص عبد المنعم مدافع من طراز خاص ومنتلتي اللي تحبه تشوفه وتتكلمه عليها مش بتاعي يجيب بطولة فيزاود عقده ولا يجيب افريقيا فيزاود عقده ده راجل اللي بيكسبه بيرميه ورى ظهره ويبص بكرة وقال لك انا عمري ما طلح حسي ولا عمري تكلمت النادي الاهلي عايز يطلعني الفاء الاولى ماشي النادي الاهلي شايف ان ده الافضل ماشي انا استحق ماشي بصراحة وجهة نظره وكلامه تدل على اداؤه تدل على اداؤه لان هو هنا معلم الفلوس جاية جاية والشهرة جاية جاية اهم حاجة ان هو يستمر على اللي هو فيه هو الحقيقة العيب كبير جدا كمان بوجه له كل الشكر لان هو نصحنا كتير بالهدوء وهدي الحقيقة الامور هديت معه خالص وبقى محمد عبد منهم في حتة تانية دلوقتي اداءا وتمنى له رب في اللي جاي من النادي الاهلي وعلي معلول علي معلول هو الطارجة الجديد للنادي الاهلي اللي الحقيقة ما عندناش فيه معلومة ولكن هقول لحضراتكم موقف علي معلول بالضبط علي معلول المفروض لجنة التخطيط طلبا ان هو ايجادة سنة علي معلول عنده عرض عربي هل علي معلول السنة ومش عايز اقول السنة الاخيرة ان بات مش بتاعتي بمنطقة الصراحة يعني ممكن تبقى سنة اثنين تلاتة ولكن في سن معين اين دي بيجدد لك سنة في سنة في سنة علي معلول هيقعد مع الكابتن خالي بيبو ويحدد طلباته هل هنا لجنة التخطيط هتشوف ان هي ده الوقت اللي حيكون فيه البديل وتسمح لعالي ان هو يخود التجربة في احدى الدورات العربية ولا هتجدد له السنة اللي جاية او هتزود له سنة انا الحقيقة ما عنديش اي معلومة خالص ولكن يعني ده المشهد اللي حيكون فيه طيب نخش بقى على اخبار النادي الاهلي النادي الاهلي حيسافر يوم 18 حيسافر لتنزانيا يوم 18 بيرستاو حينضم لمنتخب بلاده حيكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتابع فيها اهم اخبار النادي الاهلي ونادي الزمالك سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي في البداية ما ننساش ان احنا نشترك في قناة اكسترا كورا نفعل علامة الجرس عشان وصلنا كل جديد محمد عبد المنعم النهاردة انتشرت اخبار عبر السوشيال ميديا بتاكد ان محمد عبد المنعم بيتمرض على تدريبات النادي الاهلي وبيقولوا ان محمد عبد المنعم بيطلب فسخ عقده مع النادي الاهلي علشان في عروض جاية لمبارا انا عايز اقول لكم ان ده كلام كله سوشيال ميديا ولا اساسة له من الصحة محمد عبد المنعم بيتدرب مع النادي الاهلي كويس جدا مفيش اي مشكلة ومفيش اي حاجة مشتتة باله ولا حاطط الحاجات دي كلها في دماغه محمد عبد المنعم ماشي مع النادي الاهلي مفيش اي مشكلة خالص في الوقت الحالي وهو يعني هو يعتبر دلوقتي افضل في مصر وبالنسبة للنادي الاهلي هو منتخب مصر بيدي قوة دفاعية كبيرة جدا للنادي الاهلي هو بس في اخبار ان النادي الاهلي اتجه في الوقت الحالي انه عد العقد عبد المنعم علشان يلحق قبل فوات الاوان يجدد عقد عبد المنعم ويمنحه راتب اعلى من اللي كان بياخده ويديله امتازيات كويسة جدا علشان يضمن استمرار المحمد عبد المنعم مع النادي الاهلي في خبر تاني بيقول ان كابتن محمود الخطيب ان شاء الله باذن الله هيعود فيه خلال الايام القادمة من رحلة العلاج اللي خدها في فرنسا والمصدر داخل النادي الاهلي بيأكد ان كابتن محمود الخطيب بعد الدخل اللي اتعرض فيها في النمسا اه ويخد على اثرها اه تلت غرزة هي للاسف الشديد اه وصلت دلوقتي لستاشر غرزة والطبيب بيقوله اه حاول اه تبعد عن اي ضغوطات او اي حاجة ممكن اه تعرضك للدخل دي مرة تانية علشان ما يأثرش عليك في اي مشكلة وانا بقولك كابتن محمود تحاول اه ان شاء الله تحافظ على صحتك وزي ما بيقولوا ان لبددك عليك حقا تمنياتنا بالشفاء لكابتن محمود الخطيب وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامة بالنسبة لقرعة دوري ابطال افروكيا النهاردة شفنا قرعة تاريخية تاريخية بمعنى الكلمة لدوري ابطال افروكيا اللي بيشارك فيها اه اه الاهلي المصري اه بيشاركوا في الدوري ابطال افروكيا القرعة النهاردة اسفرت عن المواجهات اه اللي هقولها لحضراتكو دلوقتي لكن انا شايف ان اصعب مجموعة هي المجموعة الاولى اللي هي بتضم سانداونز الجنوب الفروكي وبيرومدز ويمازنبي الكنغولي ونوازيبو المورو تاني نوازيبو المورو تاني اه ده بالنسبة للمجموعة الاولى المجموعة التانية اللي هي الوداد المغربي واسمبا التنزاني واسك الافواري وجونانينج البوتسواني المجموعة التالتة التراج التونسي بيترو اتليتكو الانجولي الهلال السوداني النجم الساحلي التونسي المجموعة الرابعة اللي هي بشارك فيها النادي الاهلي وشباب بلوزاد الجزائري يانج اكفريكانز التنزاني ومديمة الغاني ان شاء الله النادي الاهلي هيبدأ مبارياته وهنا هيقابل مديمة وهيروح يقابل هيرجع تاني قابل شباب بولزداد وهيروح يقابل شباب بولزداد في العودة هناك وهيروح يقابل مديمة هناك وهينتهي بمطش يانج افريكانز ده بالنسبة لأرعة دوري أبطال الفريكاني جيبا للأرعة المجموعة الأولى اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر سوبر سبورت الجنوب إفريقي المجموعة الثانية الزمالك وسجراد الأنجولي وابوسليم الليبي وسوار الغيني المجموعة الثالثة ريفرز يونيتد النيجيري والافريكو التونسي ولوبيتو الأنجولي ودريمز الغاني المجموعة الرابعة نهضة بركان وديابلس الكنغولي وسيخ خون الجنوب إفريقي وستاد مالي مبارات الزمالك أولا هيبدأ مباراته مع ابوسليم الليبي هنا ثم هيقابل سوار الغيني هناك وهيرجع تاني قابل سجراد الأنجولي هناك ويرجع العودة سجراد الأنجولي هناك أبوسليم الليبي يوم 25 فبراير وهيقابل هنا سوار الغيني يوم 3 مارس أبوسليم الليبي 26 سوار الغيني الزهاب 3 العودة 10 ديسمبر سجراد الأنجولي يوم 20 ديسمبر تمنيتنا لكل الفرق المصرية بالتوفيق في البطولات الأفريقية وإن شاء الله بإذن الله هنشوف بطولة حياتنا لكم جمهور إكسترا كورة في كل مكان أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة